تجربة حلوة جداً أشتها في روحلة أسوان قلت لازم أحكي لكم عليها بجد ما كنتش عايزة الإسبوع يخلص حدق معاكم من عند السد العالي في أسوان نسمة الهوى هناك ترد الروح بعد كده رحت معبت فيلا في وسط الني أصارت طحفة والرحلة في المياه نفسها تستيل الزيارة والمياه داني يوم رحت جزرت النباتات وهناك اتفاجئت أن كل شجرة لها اسم وتاريخ وأصلها وفصلها مكتوب عليها وكان فيه سوق هناك مليان إكسسوارات ولقيت هناك المخمريات الأسواني المشهورة اللي رحتها حلوة وانفحفحة دي مدحف النبا بقى قضيت فيه ثالث يوم طحفة بجد مليان أصار وقصص وحكايات من النبا وتاريخها دي بقى غرب سهين وحناها بالماركب هي صحيحة أغلى فصحة بس والله تستاهل بيوت نوبية روعة وجمال وتمسيح حية ولبس نوبي وشغل جلود حاجة كده تهبلن شايفيني وأنا بارس محنة ودخلنا قرية كنداكا جميلة جميلة وفي الآخر بقى قعدت في ماركد دهبية بتاعت مسلسل دايما عامر أكيد أنتوا عارفينها وطول الرحلة بقى تصورت مع كتير من حبيدو اللي طلوا عارفيني من بلاد كتير بعد الرحلة دي إن شاء الله قسوان أساسي كل سنة رحلة ما تتنسيش كربوها اشتركوا في القناة